هل من بلد في العالم يساوي فيه سعر صفيحة البنزين الحد الأدنى للأجور؟ نعم، ففي لبنان كل شيء ممكن فقد لامست صفيحة البنزين 700 ألف ليرة فيما الحد الأدنى للأجور بقي على حاله أي 675 ألف ليرة فهل هناك مسخرة أكبر من هذه المسخرة؟ وهل مسموح أن يتحول الشعب اللبناني إلى واحد من أفقر شعوب العالم؟ مع مثل هذه المنظومة الحاكمة، كل الأمور غير المعقولة يمكن أن تصبح معقولة تأملوا، لبنان منهار اقتصاديا ومتداعا اجتماعيا وهو يبحث عن دعم مادي حيثما توافر في العالم مع ذلك، فإن المسؤولين عندنا يتغنجون فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ويماطرون ويسوفون ويؤجلون كأنهم لا يزالون يملكون ترف الوقت أو كأن الوقت لمصلحتهم فالمسؤولون اللبنانيون لم يعطوا الموفد الأمريكي أي جواب عن الأسئلة التي ترحى عليهم في زيارته الأخيرة إلى بيروت في شباط الفائت وهم لم يستفيقوا من غفوتهم العميقة إلا بعدما اتخذت إسرائيل إجراءات عملانية لمباشرة التنقيب والأن كأن المسؤولين حتى الآن لم يتفقوا فيما بينهم على كيفية مقاربة ملف الترسيم علما أن آموس هوكستين يباشر غدا مفاوضاته مع المسؤولين اللبنانيين والدليل على أن لبنان لا يملك موقفا موحدا يكمن في تغيب الرئيس تبيه بر بالأمس عن اجتماع بعبدة كأنه يريد القول أنه غير راض عن إمساك الرئيس ميشيل عون بالملف أو عن أداء الرئيس عون في إدارة المفاوضات فإلى متى سيبقى مصيرنا ومستقبلنا مرتوطين بمسؤولين لا مسؤولين وبحكام يهدرون الوقت والثروات ولا يبالون ولا يستحون